وإلى إمارة الشرقى حيث اختتمت جمعية حماية اللغة العربية مسابقة المخزون اللغوي في لصوتها الخامسة التي جاءت برعاية مؤسسة محمد بن رشد المكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مراسلتنا مهراء الكتب والمزيد من التفاصيل اللغة العربية أغنى اللغات وأعرقها فهي لغة القرآن الكريم ولغة الشعراء الفصحاء وجميلة عندما تستخدم للتواصل والتعبير عن الأفكار والمشاعر ومن هذا المنطلق تحتفل جمعية حماية اللغة العربية ومقرها الشارقة بتخريج فوج جديد من الفائزين في مسابقة المخزون اللغوي في نسختها الخامسة والهدفة للحفاظ على مكانة هذه اللغة ونشرها بين الأجيال الجديدة بحضور سعادة بلال البدور رئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية وعدد من المسؤولين وجدنا الحقيقة سواء كانوا من الشباب الصغار أم من الكبار المعلمين وهذا الحقيقة يعتبر نجاح لهذه المسابقة بأن يدخل هذه المسابقة ليس فقط الشباب وإنما كذلك الفئة الكبيرة من الرجال والمعلمين التنافس كان قوي والحقيقة لما سمعناه من إلقاء شعري جميل جدا أبهرنا المسابقة حظيت بمشاركة واسعة من طلبة المدارس والجامعات والمعلمين والمهتمين باللغة العربية من مختلف الأعمار ما يعكس الاهتمام المتزايد بالحفاظ على اللغة والتأكيد على ضرورة استخدامها في حياتنا فقد استعت الكثير من القصائد التي كنت أحفظها أيام الدراسة بالإضافة إلى قصائد جديدة كما أن هذه المسابقة بالإضافة إلى كل هذه المزايا تضيف إلى الطالب القيم والأخلاق فهذه القصائد بها الكثير من الرسائل الأخلاقية الكرامة وعزة النفس وحب الوطن يا أيها السادة أرأيتم بشرا يعطى سمعا ويعطى بصرا وله قلب يقرأ ويحفظ ويفهم تنقصه خبرة ففضل هذه المسابقة كبيرة جدا ونحن اليوم نشهد حفل تخريج شعراء جدد في الساحة الشعرية وقد حفظوا هذه الأبيات الكثيرة هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز مكانة اللغة العربية وتعليمها في مختلف المؤسسات التعليمية والثقافية تعد خطوة هامة نحو تحقيق التفاعل والإبداع باستخدام لغتنا العربية بهذا الحدث تبرز جمعية حماية اللغة العربية التزامها الراسخة بالحفاظ على اللغة وتعزيز مكانتها لدى الأجيال الجديدة وتسعى إلى توعية المجتمع بأهمية العربية وترسيخ قيمتها الثقافية والعلمية لأخبار دار مهر الكتبي الشارقة